تقل هذه الحافلات عشرات المسافرين يومياً بين ولايات الوطن وتقطع معظمها مسافات طويلة بسائق واحد دون مساعد له مما يتسبب في إرهاق السائق في إطار تحسين شروط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات خاصة على الخطوط ما بالولاية التي يجب على جميع المتعاملين المستغلين لهذه الخطوط الامتتال لبعض التضابير منها احترام مدة القيادة اليومية التي تتجاوز تسعة ساعات كذلك يجباري التوقف لمدة تلاتين دقيقة على الأقل عقب كل قيادة لمدة أربع ساعات ونصف مهما كانت المسافة المقطوعة على مستوى محطات برية أو توقف أخرى مهيئة لهذه الغرض تواجد سائقين اتنين على الأقل على كل حافلة في حالة ما إذا تجاوزت مدة سياقة تسعة ساعات أخذنا عينة من حافلة نقل المسافرين على المسافات الطويلة فكانت لكل حافلة سائقين بنظام المدومة ناخذ مواسوف الجزائر العاصمة وقدنا كل ثمانية سوايا نبدل ونغير الشفور من الشفور ما زلت شوفرة في الحافلة؟ لا كاين معاون معناتين ليش شوفر صاحبه عيان ولا مقدرش ولا كاين معاون يعاود يرون ترصيه نورمال ما يكملش يعني المسافة ذي كنت عشر سواء ولا ما يكملهاج كاين معاون يعاود يكمل معه حتى نوان يحبس الشوفر أنا نمشي منا البوكزو نحبس نفطه يجي دوز يمشي فوها ومعاون ومعده هو يزيد يشدها حتى اللي زنبيوت على الغواط ولا ومعن نشد عليه الغذائية ويشد الغذائية وقلا ونشد عليه وقلا الحس مدة ثلث سواء عربعة نتبادلو نعاود أنا نحكم الفولون في كاشاري نديرو باكزو في الأجرانس ولا كاشاري هكذا ولا نتبادلو ويطلع لنا يريح وننقبض الفولون لكل سفينة قبطان يصل بها إلى بر الأمان فالتقيد بقانون المرور يقلل من الحوادث المرورية ويحفظ أمن وسلامة المسافرين